بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأهلا بكم في حديث الروح سائلا الله سبحانه وتعالى أن يسري الحديث إلى القلب والروح قاعدة نبرهم بها ونثبت بها وندلل بها على صدق النية في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى قاعدة ذكرها القرآن الكريم وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسنات يذهبنا السيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولما علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحبه أبا ذر قال له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أتبع السيئة الحسنة هذا ليس بديلا عن التوبة إذا كان هناك سيئة أمر معصية أو غيرها من الأمور السيئة الإنسان ينبغي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة هي السر الأعظم في محو الذنوب والسيئات التوبة بأركانها التوبة بما فيها من الندم على هذا الفعل وبما فيها من العزم على أن لا يعود الإنسان إلى هذا الفعل وبما فيها من رد الحقوق إلى أهلها إذا كانت تعلقت الحقوق بشيء من حقوق الآدميين هذا كله توبة وهذا العمل وهذه القاعدة ليست بديلا عن التوبة حتى البعض الناس يتوهم أنه له حر في عمل السيئات أو هو حر في شيء من الموبقات ثم بعد ذلك يعمل عمل مثل الحق أو العمرة وكذا فيزيل هذه السيئة الألعماد على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة عن السيئة شيء مهم لكن أيضا هذه قاعدة مهمة نبرهم بها ندلل بها على حسن التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بما يتيسر من الأعمال إن الحسنات يذهبنا السيئات ولذلك كثير من الناس من الأمور الصالحة إذا أحدث شيئاً والإنسان خطاء والإنسان له أخطاء وله ذنوبه فإذا أحدث شيئاً جعل بينه وبين الحق سبحانه وتعالى سراً في عمل صالح رجاء أن يكون هذا العمل الصالح بما يمحو الله سبحانه وتعالى به هذه السيئة إن الحسنات انطبق عليه قوله إن الحسنات يذهبنا السيئات فيعود نفسه على صدقة مثلاً يعود نفسه على ركعتين وهناك بعض العلماء يذكر ما يسمى بركعتين التوبة ركعتين تدل عليهم هذه الآية وأقم الصلاة طرف النهاري وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات فيحدث ركعتين أو فيصلي ركعتين إذا أحدث شيئاً من الزنوب وهذا وارد في بعض الأحاديث أن هذه الآية نزلت بأن بعض الصحابة ارتكب شيئاً من السيئات فنزلت هذه الآية بسبب ذلك إن الحسنات يذهبنا السيئات العمرات الصحيحة تضرد الرديء الشيء الحسن لما نكثر الحسن ولما نكثر الخير يطرد بطبعه الأمر الرديء ويحجب ويمحوه إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للزاكرين هذه فرصة هذه فرصة لكل من يريد أن يمحو سيئاته وأن يكثر حسناته ومدام الإنسان بطبعه خطاء ومدام الإنسان بطبعه أو بخلقته يذهب هنا مرة وهناك مرة فليكثر من الخير وليثق في الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به تقبل الله منا ومنكم وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر